اشتركوا في القناة نستكمل فعالية هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير على شرف كأس مولى جلالة السلطان حفظه الله هذا السباق الذي يأتي بنهاية هذا الموسم اذا هذه الفعالية انطلقت من يوم الاثنين شاهدنا منافسة سن الحجايق بيوم الامس كانت منافسة سن اللقاية بهذا اليوم استناف فعالية انطلاقت فيات عمرية اخرى اعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الول الرئيسي المخصص للاذاع البكار شوط الشداد بالاضافة الى السيارة الاندي كروزر بكبل الفايز بالمركز الاول شعارات قوية اسماء مميزة تشارك تنطلق بهدف الفوز بهدف الانتصار للتتويج والانتصار لأيضا جهود نهاية هذا الموسم سيتم تتويجها بيوم الغد يوم الختام يوم الكوس يوم ثروة سنام هذا المهرجان هذا المهرجان الذي ياتي بدعم وتوجهات من سيد ومولاي جلالة السلطان حفظه الله دعما وتشجيعا لملاك الهجنة المهتمين بهذه الرياضة رياضة الابا والاقداد اذهب الى البداية والصدارة لنتعرف على تفاصيل رحلة هول اشواط الاذاع المسافة المقررة لهذا السن هنا ستة كيلو مترات اقد التي تقدمت بول هذه الشعارات المنطلقة اجد هناك من حاف راشد بن محمد بن عامر العمري مقدم اسم من حاف المركز الاول المركز الثاني طواري سالم بن عامر بن حمود البادي بينما المركز الثالث الطيره راشد بسليمي بن سالم العمري مقدم اسم الطيره في المركز الثالث في هذه اللحظة بينما المركز الرابع الوجود من حضور لعوض بن عبيد بن حمد الوهيبي مقدم حضور في المركز الرابع بينما المركز الخامس تقدمت في هذه اللحظة الوسمية عبدالله بن عامر بن سعيد الغفيري بينما المركز السادس الوجود يأتي من ايضا هوايل محمد بشتيط بن سعيد اليحافي والمركز السابع المركز السابع هنا شعار ناصر بسليمان الخالدي والمركز الثامن أيضا الظهور والقدوم من جرعة المبارك بن سعيد بن عبدالله العسكري في المركز الثامن بينهم المركز التاسع تدخل شعار بن السهران مقدم اسم النهضة علي بن راشد بن مسلم العمري والمركز العاشر نختتم بها ندان الأول أجد هناك الظهور من حرب عبدالله بن عامر بن حمد الجحافي هكذا هي النتيجة للعشر الأسماء الأولى المتقدمة للعشر الأسماء الأولى المتقدمة بمسار الشوط الأولى الرئيسي شوط الشداد والسيارة اللاندي كروزر بكبة ثالث أيام المهرجان ما زالت هناك المشاركة واسعة من جميع ابناء محافظات السلطنة أتولى المشاركة بهذا المهرجان الكبير الذي يستقطب هذه الأعداد يستقطب هذه الشعارات القوية لتشارك بهذا المهرجان السنوي الختام الكبير الذي يقام بنهاية هذا الموسم إذن تتويجا للجهود لجهود الموسم تتويجها بهذا المهرجان أجد التي ما زالت عبدالله بن حاف راشد بن محمد بن عامر العمري هي التي تتقدم مجموعة الإذاع المشاركة بشوط الشداد إلى حد هذه اللحظات تتقدم هذه الأسماء القوية المشاركة المنطلقة الباحثة عن الرمز يوم أيضا يوم قبل الختام رمز يوم قبل الختام للإذاع إذن بينما المركز الثاني تقدمت جرعة في المركز الثاني المبارك بسعيد بن عبدالله العسكري مقدما جرعة بينما الطير في المركز الثالث لراشد بن سليمي بن سالم العمري بينما هناك القدوم والظهور من النهضة علي بن راشد بن مسلم العمري وصلت أيضا حضور حضور شاهدنا آخر إنجاز لها حصلت على السيارة لاند كروزر بمهرجان البشاير تشاركنا اليوم لكي تضيف نقطة أخرى ما زال بقبضة من حاف راشد بن محمد بن عامر العمري اللي ما زالت مسيطرة كله سيطرة قطعت أكثر من نصف المسافة وهي على البداية والسيطرة الأولى لكن هناك أيضا اللي تقدمت حضور عوض بن عبد بن حمد الوهيبي في المركز الثاني تثمير تتقدم إلى المركز الثالث في هذه اللحظة علي بن سعيد بن سالم العويسي انتقالها جميل انتقالها جميل إلى المستوى الثالث المركز الرابع الطير أيضا راشد بن سليمي بن سالم العمري والنهضة قادمة علي بن راشد بن مسلم العمري اسم جديد بدأ بالدخول هذيعون محمد بن علي بن طناف الدرعي والظهور أيضا من هزر علي بن سالم بن خنيف المالكي الكلوين الأخيرة كلوين الأخيرة والله يا منحاف أصدرت عليها الأوامر مبكرا مع ستارت الثلاثين كيلومترات لكي تستعيد موقع البداية لكي تبدأت بموقع الصدارة لضمان بالفوز بالشداد لكن لا يوجد اطمنان من بقية الشعارات المشاركة بشوط شداد الإذاع بهذا اليوم يوم قبل الختام بثالث أيام المهرجان هذه منحافة التي تتصدر الأسماء راشد بن محمد بن عامر العمري حضور في المركز الثاني عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي الظهور والقدوم من كيف علي بن عامر بن محمد البطيني وصلت كيف تتقدم إلى المستوى الثالث صاحبة رمز على أرضية هذا الميدان قبل أسبوعين تشاركنا لكي تضيف نقطة أخرى ورمز آخر من هذا المهرجان السنوي الكبير بينما تدخلت وانضمت وصلت هزر علي بن سالب خنيفر المالكي لكن وصلت هوايل وصلت هوايل تقدمت هوايل يقدمها محمد بن شلويح بن محمد الينيبي أيضا صاحبة إنجازات تأهلها للفوز برمز الإذاع بهذا الصباح لكن هذه هذه اللي غيرت مجريات الأمور كيف علي بن عامر بن محمد البطيني البطيني يقدم كيف بهذا المستوى يقدمها بهذا العطاء حضور من الجانب الآخر عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي بن خنيفر أيضا يقدم هزر علي بن سالب بن خنيفر المالكي هوايل محمد بشلويح بن محمد الينيبي خطيرة خطيرة في موقع خطير دخلنا أبواب الكيلو الأخير أمتار الكيلو الأخير بدانا بتقليص أمتار هذا الكيلو للوصول إلى رمز الإذاع للوصول إلى الشداد هذه حضور عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي لكن هوايل هوايل محمد بشلويح بن محمد الينيبي الله هذا التغيير من صاحبة الشكل الجميل تحركت تحركت كيف تحركت كيف تحركت هزر تحركت الشعارات لكن الأبطيني الأبطيني يعود من جديد يقدم كيف بمستواها يقدم كيف بأيضا من مستواها المعهودة الذي شاهدناه قبل أسبوعين على أرضية هذا الميدان بختام الاتحاد حصلت على رمز تعودنا اليوم من جديد لكي تضيف رمزا آخر في رصيدها المليه بالإنجازات لتهديه إلى هالي ولاية يعلم بن إبو علي سلام الأبطيني سلام الأبطيني سلام يا راعي كيف لكن حذاري من حضور التي تحاول باللحظات الأخيرة مع عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي لكن خلاص كيف تهدي الرمز إلى هالي جعلان إلى هالي سيح الرمث تهانينا وناموس لعلي بن عامر بن محمد البطيني راعي كيف اللي حصلت على رمز الإذاع بينما المركز الثاني حضور عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي المركز الثالث هزر علي بسال وخنيف المالكي المركز الرابع هوايل محمد بن شليوح بن محمد لينيبي المركز الرابع كان الوصول أيضا من وهاجة أحمد بن حمد بن حمود الإحافي هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى تهانينا وناموس لعلي بن عامر بن محمد البطيني راعي كيف اللي قدمها بمستوى مميز وأداء وعطان جميل استطاعة تظفر برمز الإذاع والشداد والسيار اللاندي كروزر لكي تهديه بني إبو علي سلام لبطيني سلام شكرا للزمير راكان بن مبارك بن عامر الحبسي تابعنا أول أشواط السرعة ومسافة الستة كيلومترات والشداد الذهب الذي غادر إلى كيف ومالك كيف علي بن عامر بن محمد البطيني والسيارة أيضا تغادر إلى جعلان من جديد تهانينا والناموس قاطعة المسافة في زمن وقدر تسع دقائق سبع وثلاثين ثانية ست وخمسين قزة من الثاني تهانينا والناموس لمالك كيف علي بن عامر بن محمد البطيني التي استطاعت أن تحصل على هذا الرمز الغالي في المركز الثاني حضور تحضر حضور الأبطال العوض بن عبيد بن حمد ألوهيبي توقيتها الزمن تسع دقائق ثمانية وثلاثين ثانية ثانية وثنين وستين جزة من الثانية حضورها أيضا ممتاز مع وصافة هذا الشوط لتأتي أيضا ثالث المراكز وثالث التحديات هزر علي بن سالب بن خنيفر المالكي قاطعة المسافة في زمن وقدر التسع دقائق تسع وثلاثين ثانية ثمانية واربعين جزة من الثانية تهانينة والناموس لجميع الأخوة الفائزين مع أول أشترك